فاجأت الفنان اللبنانية أمر كل اللي بتابعوا أخبارها بصورها الجريئة هي وبكاليفورنيا حتى أنه تم اعتبار هالصور هن الأجرق إلى من بداية مسيرتها وبيانت من دون تيب وغطت صدرها بإيديها ويبدو أنه أمر عم تتبع الفنانات العالمية بتصرفاتهم فصحيح أنه تعودنا على إطلالاتها الغريبة وستيلها المختلف اللي بيشبه نجمات هوليوود بس هالمرة صدمت العالم بهالصور حتى أنه البعض طالبه أنه تمحيون أشارت معلومات أنه إدارة برنامج The Voice وصلت مع الفنان المصرية شيرين عبدالوهاب لترجع هالموسم وتكون بلجنة تحكيم بس رفضت أما سبب الرفض رجحت المصادر أنه شيرين حبلة بطفلة الأول من الفنان حسام حبيب وما بدت تعب حالة بالسفر كل جمعة خصوص لأنه التصوير الحلقات المباشرة رح يكون بسعودية حسب الترجحات الأولية كشفت المخرج السورية راشة شربتي لموقع الفن أنه سفرت عبيروت لتكمل التحتيرات لتصوير الجزء الثاني من مسلسل مافي بطولة معتصم النهار وفاليري أبو شقرة وقالت أنه الجزء الجديد رح يضم شخصيات جديدة ورح يكون بالريتم نفسه وبيتضمن أحداث وصراعات ومفاجآت وأكدت أنه أي شخص بيقدر يحضر الجزء الجديد حتى لو ما حضر الجزء الأول عم تتحضر الممثلة سارة أبي كرعان لتلعب دور البطولة بمسلسل لو ما لتأينا مع الممثل يوسف الخال وباتصاله موقع الفن مع سارة قالت أنه رح تجسد شخصية بنت قوية ومستقلة اسمها ريمة بتحب شاب اسمه هادي اللي عم بيلعب دوره الممثل يوسف الخال وبيكون صاحب شركة تصميم التاب بس بتصير معن مشاكل وبتتزعزع العليقة بينيطن وبتتدهور لو ما لتأينا تقليف ندعي ما تخليلوا إخراج إلي رموز نهارة الأعلمية مريم أحسن بفيديو كانت عم تصوره لما زارت رفيقتها بالمستشفى يلي ولدت طفلة وقالت مريم إنه زعليني كتير لأنه بنتها بتحب بيا أكتر منها وانتشر الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تعرضت مريم لهجوم كبير واتهامة المتابعين إنه بدأ تكسب عطف الجمهور خصوصا بعد الحكم القضائي يلي صدر بحقه بقضية صالح الجسمي وانحكم عليها إنه تفل من الإمارات العربية المتحدة لثلت شهر أفادت وسائل إعلامية عالمية إنه مرته للنجم العالمي راحل مايكل جاكسون ليزا ماري بريسلي عم تستعد لتطرح كتابي بيتضمن أسرار صادمة عن حياة مايكل أشارت بعض المصادر إنه الكتاب رح يكشف مفاجأة بتتعلق بمايكل عن طريق ليزا اللي اتجوزته من 1994 حتى 1996 مايكل جاكسون بعده حتى اليوم مستجل الاهتمام بأخباره خصوصا من بعض الاتهامات والأضايا الجنسية اللي اتهم فيها بعد وفاته لا تعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر